دراتي حانسي بحضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحب زميلة نهال الحملاء شكرا مصطفى الثامنة صباهم توقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة فضلا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض تحسين جودة حياة كبار السن وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية المقدمة لهم وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتطويرها وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم موجها بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن كما وجه الرئيس السيسي بتحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية لبنك ناصر أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية باستشهاد أسير فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في أحد السجون الإسرائيلية ما يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة إلى سبعة وأوضحت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحرارين ونادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال نفذت عملية اختيال بحق الأسير عبد الرحمن باسم من نابلس في سجن مجدو اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية ما أصفر عن إصابة شخص وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق العائرة النارية ما أدى إلى اندلاع مواجهات وخاصة في حارة الدمج غربي مخيم جنين بينما دوت صافرات الإنذار التحذيرية في المدينة والمخيم وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة وشرعت بمداهمة عدد من المنازل بينما تم قطع الطيار الكهربائي عن بعض أحياء جنين ومخيمها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف وذلك بعد رفعها حالة التأهب الجوي والتحذير من وجود تهديدات بضربات ساروخية روسية وأفادت القوات الجوية في وقت سابق أن روسيا أطلقت ما مجموعه 35 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا في الساعات الأولى من الصباح وأن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها جميعا إلى هذا قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن روسيا ما زالت تعاني خسائر فادحة في ساحة المعركة وأشار زيلانسكي إلى أنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام وأن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاذ الأسلحة والجنود منها قررت الحكومة النرويجية السماحة ببيع أسلحة ومعدات دفاعية محلية الصنع إلى القوات المسلحة الأوكرانية وأوضحت الحكومة النرويجية أنه في ظل الوضع الأمني الاستثنائي الناجم عن العملية العسكرية الروسية يصبح من المهم أن تواصل النرويج دعم أوكرانيا مضيفة أن دعم كييف مهم للأمن النرويجي والأوروبي أعلنت السلطات اليابانية ارتفع عدد ضحايا زلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط البلاد إلى 30 شخصا على الأقل بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة يأتي ذلك فيما أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن وسط البلاد تعرض ل155 زلزالا خلال الـ 24 ساعة الماضية ضرب زلزالا بقوة 4.1 من 10 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وأوضحت السلطات الأمريكية أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسنامي بسبب الزلزال كما لم ترد أنباء عن وقع أضرار حتى الآن تعرض زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جايم يونغ للطعن في رقبته أثناء حديثه إلى صحفيين في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد وقال مسؤول بمستشفى في كوريا الجنوبية أن إصابة ميونغ لا تهدد حياته هذا وذكرت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن الرئيس عبر عن قلقه العميق بعد الهجوم على زعيم المعارضة مشددا على أن المجتمع يجب أن لا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف ورياضيا فاز ليفر بول على ضيفه نيو كاسل يونيتد بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة العشرين من الدول الإنجليزي بهذا الفوز رفع ليفر بول رصيده إلى خمس وأربعين نقطة ليعتلي صدارة جدول الترتيب بينما توقف رصيد نيو كاسل عند تسع وعشرين نقطة في المركز التاسع انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل